السياغ اليوم من تحليل وضعية الطفل المتمرد على الأسرة اللي كيوصل في تمرده أحياناً لقلة الأدب والعنف تجاه محيطه الأسري فأحياناً الوالدين كيوجدوا واحد صعوبة كبيرة في تعامل مع الطفل ديالهم بسبب تمرده عليهم اللي كيوصل كيف قلنا لقلة الاحترام والعنف صلوكاته اليومية كذلك المدرسة من جهتها كتشكي من تصرفاته وكتفشل بدورها في إيجاد واحد من حل فالوالدين كيتضمروا من هاد التصرفات ومن هاد الوضعية من الأول فاشلين في التربية في تعامل مع الطفل ديالهم يعني وش هالتمرد والعنف وقلت الأدب في تعامل الطفل مع المحيط ديالهم الأسري وحتفل مدرافة وش الأسباب كتكون ناتجع الوالدين مش بأي من المهم تقفت عن النفس وفعل البيانية النفسية عند الطفل وعند الإنسان بصفة عامة صحات الثقافة كتفرد نفسها بحل الإنسان اللي يخصوه يعرف قانون السير وحل الإنسان اللي يخصوه يعرف قانون المواطنة وتقافات المواطنة هذه الثقافات اللي في الماضي كان الإنسان يقدر يكون في غناء عنها لأن كانوا الناس كينوبوا على المواطن في مدراسة في المجتمع في الشارع أما في العصر الحديث المؤسسات عندها مهام مخرى الأزامات المالية والاقتصادية جعلت المؤسسات ممكنش تشمل جميع القطاعات فصبح الآن دور الوالدين واحد الدور اللي عنده مسؤولية كبيرة وتيتطلب معرفة شاملة مش فقط الإنسان غير يوفر لي الطعام ووفر للبيت ووفر واحد رصيد مالي ويكتفي بأنه عمر مسؤولية دي الأب ودي الأمر ما هيش هاد الأمر بقتش كافية ده أصبح منزوم مع الوالدين أنهم يدرسوا واحد الدراسة مشيء بشكل أكاديمي بشو المقاعد ويجلسوا في واحد الصف ولكن يعطيه واحد الوقت من وقتهم يبقوش مقابلين غير المطبخ والصالون والكفازة والأسواق والمنابيس والموضع وهذا لابد من واحد الوقت أصبح هذا مضاروري وحتمي للمعرفة اللي غالي يساعدوا بها نفسهم أمرا ويعرفوا التعرض مع وردتهم فهذا البنية اللي مبرمونا له في الحلقة عندها ثلاثة دي المخارج الطفل اللي يكون يرفض السلطة وتدرسة تصل لغالبا للمؤسسة الدراسية أو الأطفال في البيت اللي كيخبروه الوالدين ولا حتى هم ما كيش يوفوها مع ولدهم ما كيش ما كتقناش لبنت تنصع الكلام دي المعاه وتتغاصم وتغوط والولد تكالي عليك وهذا فكان ثلاثة البنيات فاليوم نجزيكم بخير في الإباحات اللي غادي توصلوا بها ما بد من تحترسوا أنكم ما تقوموش بنفسكم بتشخيص هذ المعلومات اللي غادي توصلوا بها لأنها هي دقيقة جدا وهي حديثة في الميدان العلمي النفس حديثة جدا يعني يرى عندها تقيمة 11 سنة باش العلم فعل نفس كدام بها ولهذا كان نصح المعلومات اللي أجزيكم ما تقوموش أنتم مع خلال هذه المعلومات اللي غا تستمروا لها ما تقوموش بتشخيص اللي راول دي عدوها دي اللي كيش خصوهم اللي بيدو بسيكياتر من اللي تنكونوا في واحد المحلة ديال الطفل الصغير والبسيكياتر والبسيكولوب من اللي تنكونوا في واحد المحلة ديال الطفل يعني فات ستناش العام في المنفوق تم رابط ما تستعملوا بالبسيكياتر من الحال من اللي عند الأطفال الصغير والبسيكياتر والبسيكياتر والبسيكولوب من محلة دانية هن اللي هو اقتصاصيين في تشخيص أما احنا الظهور ديالنا هو على تعميم التقافة العلمية اللي كتتتاني بالحق المفسي باش للهدف هو غير توعية وتحسيس ماشي الهدف هو التشخيص فالبسيكياتر والبسيكياتر 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 العلمية ثم البسيكياتر هي التربيت التربة نقرأة عل sisters التグرى ولدة مرة هم Tang viendo برسيكياتر العلمية يوجد ريكسيون دفنسيون في زا في دون كوبرطنان إتوفاء ورد فعلي وقائي كي احتمي به الطفل توجه واحد الميليا مختارق فيها في العائلية إما من المو وإما من المو وإما من المباه وإذا ندحو لكثة الميليات فالساندروم دو لوبوزيتيون كيكون فيه أولا دو لابرووكاسيون يعني واحد استفزاز من الطفل توجه برمو يعني استفزاز قد فوقك يشوف الكفاينك وكيخنزرفك وكيانتك تغوط عليه وهو تيقض عليك نفته وكيكون شهد مجلته من الهواتبين يستعملين يبدي يحطف عليها ويطرق لها ويطرق لها وجهة ويطرق لها وجهة اللعبة كارسة كي يجرد السجل ما عنده رد فعال تاني هو تيقدر يحنير نصوب حي تسخيه ولو تيخاف منك تيحنير نصوب وعلى كي تيبقى بحليجين جمم في فسدرو وحس فيه من فوق يعيب غدا يتلطق هنا غسات الأعراض هذه تبقى دايما عند الطيفل على الأقل 6 شهر الاختصاصيين تقولوا التشخيص دي لخص يكون مستعمر بهذه الأعراض تشوف زمن 6 شهر يعني إذا ظهرت غير مرة في أسبوع ولا مرة في 15 يوم ولا مرة في شهر ما هياش بغا تنطبقش على ساندرون دروبوزيسي ما تكونش بني مرادية بني مرادية ساندرون دروبوزيسيوني ما كان بني مرادية دي لاتتاد داكو؟ فهنا والطيفل هنو اللي يخلكون اللي عندو ساندرون دروبوزيسيون ما كيكونش بتغير مع عمو أو لبعبوة تكون عندو نفس تصرف ديال العناد وديال التشنوج وديال الاستفزاز مع عمو أبا وجده وجده وعمته وعمو يعني أي شخص عندو سلطة عليهم بمجرد ما غادت حتى السلطة غير يديروا واحدة كل الاستفزاز انو اللي راحطوا انو والدكم ولا بنتكم مع ماما تكون مثل او قلت لكم زيار مع عبا ولا مع ماما تكون زيار ومطلق مع عبا ما غريد شي خاص فهنو اللي بلعبوة انا غمشون بنيات تالتا ديالي عكب ما كينشي حرفة فهنو اللي عندو انا الشخص اللي نجمعه فهنو ما في التشخيص يعني احتاعد الاختصاصي قتلقى من اللي تيدخل معه الاختصاصي في حوار ولا تيدخل ركوبش ملاحظة كي يغضب قتلقى الطفل يغضب ويفرض شخصيته قتلقى بانه دائما رافض الكلام والمعلومة من العلم الكبير بمجرد منتك قتلقى تعطينا صحة ولا تغطي اشي حاجة قتلقى هذا الطفل اللي عنده هذا الصيندروب كي يوقف وطيب ذلك من اللو ويغوط زيار من البنيش سكوتس كيكون في هذه البنية هالي ثم كتلقاه دائما في واحد التصرف انه يتي ايدي الاطفال اللي يبعلي في نفس السن دياله تكون في واحد الجمعة يلعبه يخل يلعبين هادا ويدفع هادا على الشاف مثلا بالله كتدحك مع الشي واحد فهذا قدراري يدفعه اللي يضربه ومن اللي تغطأ هالي طفل هادا كتلقاه دائما تيحميه مسؤوليا اشي انشي واحد اخرى اشي حال اخرى ما تران هرسوا حالكاس ولا كي يجدو كيلعب وطيح ولا هادا غادي دائما يلقى الأعضاء وكتلقاه دائما تتغيبن وتي 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 وكي هادا فالحنا شنو هو الحرص ان هاد الاعراض تشخيص ديالها من ضروري قوم بيها بدأ بسكاة خلالت العرض الداخلي قام بسكاة خلالت الامسي كروبرا حسب المراحل ديال السن ديال الطفل ثم نخصنا هاد الاعراض تكون تكون في التعامل ديالها مدة زمنية ديالها بتتوجه ديال 6 شهر العقر اقتصاصيين العالميين تعطيوها المدة ديال 6 شهر ومتالي تسحوا اختصاصيين والخبارة في العالم علاء انه اذا كان هادا التصرف مع واحد الطفل مع واحد الشخص بالغ اللي هو عندنا وصلت عليه ونغير مع شخص واحد اخر مبقيناش في هاد الاعراض ديال لصمان ديالوبوهيسيون فالحنا مبقيناش هاد لطابلو هادا كمشو كنحصو في طابلو واحد اخر في بيديو واحد اخرى اللي هي اللي تخوض الأعراض اللي كتتلخبط وكتتوتر النموم ديال الشخصية ديال الطفل اللي كيعرفوها الخبراء وطالك غير في غونسي يعني في المراجعة ديال منظمة الصحة العالمية والمنظمة الامريكية للصحة النفسية والعقلية كيتسمى للتد داكول فالهنا اللي تخوض الأعراض يساوي ديالوبوهيسيون حتى هما غاي يعطيه ديالي كاتشبهل إلا ما حتى هما كيتقاربو وفي هاد البنية التانية في هاد الاستروكتور التانية ديالنا التد كان بدون القاربو الاستروكتور اوتيستيك ويغليكم الفرق ما بين الاستروكتور اوتيستيك والموتيزم فملي تسمعوش اختصار سيكي تكلم على استروكتور اوتيستيك ما تفزعوش الامة هاتول أبا تقولوا ولدنا اوتيست رغاد الابلاسيو اوتيست رغادها في الزوال يعني من هنا واحد عشر سنين مغا تقش تستعمل هاد الابلاسيو هاتسمية ديال اوتيست غلي تستعمل ام بروفيل اوتيستيك اللي فيه واحد الطابلو وفيه واحد الأعراض باقيقة باش ليسهال على الاختصاصيين ومنظمة الصحة العلمين كتعطيها هاد المعلومات باش كي تدارو بلوزيو ساندروم حل بلوزيو ساندروم باس بيرجي داخل فيه بخوفيل اوتيستيك كي نع بزاف ذي الامور فهاد اللي تخلو بالاوويسة ديال الديفلوطمو ديال الشخصيات ديال الربارسونة الانفاو اول اعراض تقيل لكاتبا لصعوبة في الخطاب وفي الحوار من ضمن الطفل وحائل دهلو يعني ممكنش وممكنش من صعب على الام والاب في البتداء منتم تلت سنين واربع سنين انهم يجيبوه يديرو في الكلام مع ويليدو يعني يبتيبو دوما ونتيبته وضه غرفشة اول وقرب عينه وبيدي خربق يعني او تاني هنا كان يديرو البال من ضمن تغيرها مره واحدها في الاسر ولا جمعات ربما هياش دخلا فاد لذا الايمان داجاتي يكون الحرص في تشغيصه ما احنا الهدف عندنا هو الشرول اناش كان منصوها لبنيات باش نبقى وش كل مره هنالسمت وضرب باش لقدر الله لا يستانى كالوليد اللي عندو اعرض من البنية اللولى والبنية التانية اللي هي التاد وتتضربوا لما ما درتوه عاد تخرجوا مليه و عاد تزيدوا وتفرق مو هاداك الاتراب ان ما يلاشنا ان هذيك المده زمان ستشغر والد ما هاداك شي اللي تكلمت عليه قبله و كيبان وهذا والأمر الداعيني هونك تشوف ده بطر في الصمبية الثالثة عارم ففي البنية التانية اللي هي اللي هي اللي تروب الأملي صور دي واتنون التاد اول حاجة كنلقاه صعوبة في التواصل ديفيكولتي في الكمميكاسين انتخل معنا البابا الانفان ثم كنلقاه عندو صعوبة في التأقلوم في الجنعة ديفيكولتي دو ميزة وماذا دو غلاصيان يعني مثل دي ويلة ديالة سنة ودية الربعة ودية الخمسة درد كتلقاه دائما ما تيبغيش لإغساق المجموعات وما دائما تيغسل الديناميك ديالجروب ماكي نساقش لهديك المعلمة ودائما تيخربك الريتم اللي هو بغي نحسول لبغعده يلعب مما بغي يكلون اللي هو عاد بغي ناس يعني دائما في الريتم مبكالي وإلى ما دوب غوي يقحموه في البرنامج يعني بواحد النوع من الصارمة الإيجابية كتلقاه تيغضب وطيئسه 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 إلا إذا شونا هتلاتة الأعراض دائما مستمره فى الزمن يعني يقص نتلقو عينينا على الأقل ست شاهه فى من وفق إلاقيا هتلاتة الذين على أعراض كي يستقروا ومثالي كنا نشوفوا دي فجورة الكمميئيكيسيون غدا تتفاقل جدا كان يلقى بأنه وعنده دي فاكولتي صعوبة في انه ربط علاقات في مجموعة الاطفال مجموعة مع هدا وكان يقال لي لا بغت الاستاذة ولا مربي ولا نخذ السيدة اللي في البيت ولا مو بغا يضغطوه عليه بشكل ايجابي لا خصك تجي ده بتلعب مع الوليدات وقتلعب ولا خصك ومتنعسوه ده يكون عنه مجمو نعسوه ومم بغيش نعسوه وكدا ويلا خذ الأحراض طوالت في المدة الزمنية هناك يخصنا نستعنو بوحل اختصاصي نذكر اما انكر باننا نستعنو بيدو بسيكيات خليب بسيكيات خليب سيكونوه ولكنك يقولون شخص ومتشخص اليك يكريو الوليد غيكي يحرقوو صاقمع صاقمع بغيش ديال الاندار ثم اغنصلو البنية الثاليطة هد البنية الثاليطة في هافة غادي يفيد الفكر الإسلامي يوجد شو فاصلون مرحب نقوم البنية الثاليطة غادي ندرو فاصل ام دلتا هنا غادي ينفعنا في هالفكر الإسلامي الأول الأحزنوة لفكر الإسلامي أنه يضيف واحد القيمة المضافة للفكر العلمي بواحد شكل هائل في البنية الثالثة هي كان هنا بزاف العملية اللي مبعد ما الاختصاصيين يشغصوا ومثل القرش الأعراض اللي في المجموعة الليلة في المجموعة الثالثة في الغس يعني يكون منسا في تحدي الحاضق ماذا ينتبه البنية الثالثة كيف تقول البنية الثالثة؟ أن هذه البنية ديال النفور وعدم الإنصياع ورفض الطاعة والشغاب ديال الطفل إذا نحن يقلبنا في البنية الأولى ديال الصندرم دياله مرقيناش الأعراض الحمد لله مجموعة ديال الصندرم تزنى البنية الثانية فقلبنا في الأمراض منذ لا يمتلك الوقت لأمراض لن نحن ننشل البنية الثالثة البنية الثالثة صبحتنا مشروكين صبحات البنية ديال brom البنية ديال أبو البنية ديال العائلة مشروكا في الفرنز هي ديك الرد الفعلي يونا قلسين غي اكسيون مبقناش في الاكسيون في البنية اللغة التانية كنف ديز اكسيون يعني في أفعال اللي كتو ومشيهما أفعال مسموعين بداكاء وحين كفكريا رأفعال لولداتهم لنا البنية المرادية فهذاك فعل ستنفي انكونسيون فلذي مفتعل فلهذا أي أب ولا أي أم بأنه بالعقوبة الجسدية وغالي يسد عليه في البيت وغالي يخلي الشيكور ولا قد بالله ولده ولا بنته وعندها البنية اللولة اللي هي الصندرة من البوزيسيون وغالتاد رأكم شيطو فيها عمز طولي صنص فبنافية بل هذا غالي اشتقافة علمية في هاد الأمور صبحات شيء ضروري والعمل مع المليدة يتصبح شيء اللي فيه واحد التأني واحد التأمل نبقى نجول بنا التأمل بغي في إدناء في الفكرة الإسلامية كالقاوم كالقاوم نصحة تعالى تقول الله ألقي في جهنم كنا كفار عميد فحنا نعنى ولدنا ثمينية العناد والله تقول لي كدخل جهنم كنا كفار عميد فالعميد في الفكرة الإسلامية هو المعرض عن طاعة الله وتقول نصحة تعالى وخرب كنا جبار عميد خرب فهد هد البنية دين 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 العناد كي يجاوبها الطفل بالعناد بالغرفية هو تيجي في الألف فالعميد والعناد مختلفين باش الألف وليا نحن مع العناد هي واحد الحرف في العناد حرف ناس مدود ما بيننون بالدال يجا فلوس المستوى لابد كيتسمى بالعربية الدس الدس كنا نقوله فلان كيدس منسوس ها منسوس هو واحد منخبي لابد بعد يجا سوس دخل له مصلحة بغي ياخد مخابرات وغير معروبات وطي يدس وسط هذو المغضافين وطي يلبد فالبنياد العاني يدبليا لا بلا يعني مخبية كيبالك وحد الأب ولو كتبه وحد الأم بأنه مأدبع ومخلاق وكدا ولكن ما كيصعبش عليه أنه ياخد رشوة ما كيصعبش عليه أنه يدلم وحد الشخص في حقه ما كيصعبش عليه أنه يشهد الزور ما كيصعبش عليه أنه يدير النميمة ما كيصعبش عليه ولكن هو رأى مستقم هو رأى كيمشي وكيخرص بحق خدمته وكيمشي يصل لسلاطه في المسجد ولا كيمشي وكيباني واحد الصورة فيها واحد النماء ومستقمة وهذا كي يدير لا بل تشدك الدس هذو البنية ديال ييد كيجي هوتي يوقفها لك بحال الشجرة كيجي الثمو الأليف كيزو حد العلام يقولك العداد وكيم بفطق انت تضرب في الأليف ولا صغف لي يقولك التعامذ أنا لا فهو هذا الفاضر دفاعي هو لأن نشوف الحكمة ربانية نرى روح روح للشيء هائي تقولين الله بصورة ياسين أولو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا العاما فهم لها ما لكون ها الحكمة في جينا وذللناها لهم فمنها راكوب وهم منها يأكلون ها الدللناها ها الدللناها ها الدللناها يعني طوعناها جعلناها سهلة يعني كاتمشي كتبغي تزر محدة البقرة كاتمشي معك البقرة كاتبغي تصريح لنعيجات كيتسرح لنعيجات كاتبغي تروض وحد العود واشتركبك يتروض لك والفير وتروض والتيم سيح وتروض فكيا الانسان ماشي بطاقتك انتا لو ما سبقتش البنية هاديك الكبيرة دللنا ماعطاهاش لهم هما كان السبعين وضا يفرز هذا كلك يا ربي كان العود يشتفل هذا كلك يركب عليه لا دللنا اشكي يقولين الله بصورة مريم وبرن بوالديه ولم يكن جبارا عاصية ها ولم يكن جبارا عاصية شنو ده كيشكي الولد الموحد البنية التالت كيعصاني ها لكن كيعصاك شوف يكما انتا عامد بش هو خرج معك اللعناد حيث البنية دي الجبار عاصية هي بنية العيد بالله خبيطة ولكن إلا انتا عندك لابنة فيك ناس فيك بنية خبيطة انتا الاب وانتا الام لتنعرف فعائلات اللي الزوجة او الزوج الدم دي السنانهم إلى واحد دعت القمر الاخر و الدم دي السنان الزوجة إلى رجلها اقل لها وانا ما تريدك تخرج لليوم والله يخليك هذا سافرها جاي من الخدم وعيان بغيت من انتا لقر ولك انتا كرون اللا درت موعد مع خالتي وغادة مع صحاباتي وانتا خرج لك لك وانا ما ترخرش بنتك راجل وانا ما تريدك راجل وطال قلودينا وشرب بنا كلها ايه ده من اللي انت عصيتي زوج ديالك والعكس صحيح الزوجة جاي بكريب قد دي العشام صيبة بطرج لها فكح بيبان ومدخول بكريب وحلا برد عشوبة واخي حبيبان يجيش وانا غنضوز القلوان تقعوه مع فلان وغادي نتعطل وغايت عشين يودي والسيدة نصوها عليها سادسين وكاد بلك سينا كلما تشوف ناشا وانتانا نجد يفوق اشترب هدك القهوة ايه وانا عملي السيدة عندك المجدل عشان كده 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 هزا التليفون هدبات وحشو ماش عليك وكده كده قطع عليها التليفون ودخلنا عسف الصلاة واش يربيها وانا مريكش كون الراجل ايه البريراه هو كيشترب لك البينيا اذا من لي هو غايد خل في صيرة القوة النسبية يعني ابتداء من 6-7 مليا او تفرغش غايد لك فاي شخص في البنية التالتة دمنا احتيحنا دمنا سوف قصينا البنية دينو ساندغوب دونو البوزيسيون قصينا البنية دولتات موقيناش در يويردو فيها هنا كنقولوا هيدين واجهوا بركوع الدماء واجهوا نشوفكم انتو وما كده الحالكم عطاها فكل واحد لقيناه في صيغة التمتيق وقينا هنالنفسي رديل مجاملوا النفاق الاجتماعي الأطفالين لما كيعرفوش نموا النفاق الاجتماعي او ميصوا انتي عندهم بوحد البنية مكتاملة يعني ابيض ابيض كحل كحل وكعالشون ملقى هنين ونقولون ونقولون يعني هذا العديد من الحلقات وقسماتيج وقنس حناس قولون لهم إما حبوا واجتهدوا في إنجاز الحب إما تفرقوا حيث عارفتش لي هذه البنية من المختلفة من المختلفة من المختلفة لا يمكنني تساوي عندها رجلين لأنها بغيرة غير لتيتر مزوجة وغير لتيتر ووحد عموان والده وغير لها فمالي تكون خلقت هنا واحد إطار ومعندها إطار نحن نعرف لهم نعرف أحد إطار نحن نعرف الصورة نعرف أحد قدر وإطار يجب أن تترق الصورة من جميع الوجوانين خلقها فبقى الأنواح العالمية اللي كتباه مالك تلقى لها إطار نعم دعلي قرار ما يتخذك رسالة وعرين لا يصمش بإطار كي خليل المنفسة ولكن إحنا المعيقين تحبقوا ندروا إطار وتمشوا وتدروا وتمدروا مدهب ومدهب ويجي خلقه كي ندروا إطار لأشي غاتيق مهمة لن تطاقش أهما بالنسبة لتأطير لن تخصك لديك في تربية الإطار كيف تدروا إطار ماذا هو التقطيع ؟ هو لونكا درومو ماذا هو لونكا درومو ؟ لونكا درومو هو الذي تكون بولدك صغير و تتسارى معه فوق تروطوار و انت يا أوراه و هو كيف يقدمك بوحد زوج خطوانس و الذي تشوفوه معين يخج من تروطوار تجي تتسبق و توقف جنبه و تقول لي بأن هذه المسافة هذه مخشي صليها عادة انك يرجع و ترجع عنده ماذا تخلي يتعلي مخالفه و يزيد فالتقطيع هو مرافقة بدون مدخل قوي لمشي كان الفقري اللي يكتفو كانت جيري جنبه و كدخلي و حي المسافة بحشي واحد منك يبغي يقولك تصوق شي 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 جي جات و شي فليس تدخله و اذا كانت توقع اشي اشي من يرايدك بها و كوكا مشي كانت جي كانت تلصق على الجارة تحطليها صباعك في عيدها و بزود جره فالتقطيع عندك هو كدخلي و حي المسافة هادي اونا بنسالة مسافة للتلعيب فين يلعب شخصيته مجي يكون مختلف فين يتناول البنية ديال الله انها بنية هي طيبة هذه كان البنية ديال الله البنية طيبة فكين بعض الامة هاز الجاهلات كي يقراوا حدا بالامة من ما يسمى الحب هو رغان يسمى الحب الحقيقي رغم الطفل ما عندها هي رغم الطفل رغم الطفل رغم الطفل و عندها حب الطفل المنقوص من عدراجها و عندها حب الطفل المنقوص من مجتمع فتتجي و كتاخد به العواض كتدين انسيبستيسيون بالغفر هنا الحب ديلها هي الطفل مجي من كنشه مكان مصاحب في الكنش مكان كي لعب الطفل كالناس يخرج كي يحب فالحب الحقيقي لعند الصغر ايش هنغيدون رعامين تلت سنين في الصفا دياله من بعد توري تلوت لما يدخل عنده الدنيا نفسية و يدخل عنده الفروستراسيون والامور اللي كتضغط عليه إذن مستمعين معي لسمحتوا هذين من دلو فاصل غنائي بعد مباشرة نرجعنا نتكلم دائما مع المبارك الدريبي على تحليل وضايا الطفل المتمرد على الأسرة اللي كي وصل في تمرده أحيانا للقناة الأدب والشغب والعنف تجار محيط الأسرة و كذلك هم تتكلموا على المدرسة اللي ما كتحولون في التعامل مع الطفل و مرحبا بتصالتكم الهاتفين ما بتهم الصحة نفسية الطفل والأسرة تكلمتي على ثلاثة ديال البنيات اللي هم مختلفين و كيف قلنا في الأول اللي هوش ممكن على أن يكون والدين إحتهما يعني سبب من الأسباب اللي كتخلي الأطفال يعني أن يكون عندهم تمرد يكون عندهم معون في أولاء الشغب و في البنية الثالثة قلت لأن نورا هي رد فعل وقائي اللي كي حمي بالطفل نفسه تجارها لك الاختناق لك يعني من طرف الأسرة يعني في مد البنية الثالثة والدين عندهم طرف كبير في خلق هذه الناد من العناد فإلا بقوا لا رفقت العقوبة والضرب والغوات ومنضوش واجعوا نفسهم للأم من الأب كتلقى الأولى الثالثة عندها الطيراب نفسي مريضة و تتبغي بنتها و يسمع لي و ما شافتش أنه يوجه هالزرق ما شافتش أنه في حروفها كي يخلعوا ما كتأولش بلون باتية للطفل ما كتقولش كيفاش الطفل حنا هالطرف العربي في البنية الثالثة ما عمرنا كنحاولو نقولو كيفاش اللاخور كيشوفو ما كنترحوش سؤال كيفاش اللاخور كيحس بيه ملي كان بليه تا اينا كنكتافيه و كمارة دينا في المالية و كنكتافيه بيه يعني واحد كيشوف المالكي بليه كمارة و زوينة كيسحنو نصر اخوكش فو زوين يودي تصوروا بعضياتكم يودي تصوروا يا تقول لي كيفاش كندلك أحبيره يقول لي كمارة دينا خيباتي قيبيره مع النوبات ركيقولو صحيح حقيقة درالي انا من طبعي في العمل الجاري عندي الناس كيشتغلوا معي معجزيهم و نحفظهم كيجيو عائلة بغي نشوفو فلان انا لا 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 ما هو تشوفوش فلان بطاقو контبدا كان ن حيث غاء يدخل ما تسمعه اوه ما هي سمعة ملي؟ ما هي سمعة ملي؟ حيات الصغيرة وانده محيمة تصدود دم عسمكي شكولها غدي سمع لي؟ ملي كتكون واحد الأمسة مسعورة جالة ما بغت مش تاخد أدوية ما بغت مش عدغ تغصية أحيت عندها واحد مستوى جميعي ولك الدولة كده صافرة راحنا يا صافي قد دينا أمر مفسنا ايه هل هو؟ ألمان لقرأ لك الدول بسي شيك سير قرأت هتعيالك أنت سكي زوفر لك سكي زوفر سير قرأت هتعيالك أنت بغلوك 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 ما هذه ما كتقبلك أتقادش هذه شكولها غدي قادة؟ غدي قادة واحد التموقور اللي غدت أعطي حق للاخر فوجهة ما بديله على أنه يعطيك حقيقة نسبية لكتاب أما لكتك تكتافي بأنك أنت أو أنت عندك الحقيقة بلوحكم عندك مصيب ولي عندك دراسة ولي عندك مستوى اجتماعي وكاتن فيك تدير له ديني أسكولوتر بلس أبوري المتغطي اللي غيري تعليك فهنوه محمول مضايب راتوه إذن يا مستمعينا قد يبدو استقبال مكالمتكم الهاتفية مرحبا بيها لسبل خمسة كين عشرين ستة واربعين كين وسبعين خمسين واحد وخمسين اتنين وخمسين ثلاثة وخمسين معنا أول مكالمة معنا ألو ألو سباح خيب سباح نور مرحبا أخليك يا حبيب شكرا لكم على البرنامج مرحبا علينا مرحبا عليكم أختيكم علينا بزاف مرحبا شكرا لكم بزاف صراحة مرحبا بتواصلكم سؤالي الدكتور مرحبا عليك لي التفاتح نولده ما هي تتبه اللاه؟ الولد الكبير عندي شوية مصب ومبقى شكابه قراره بشكابه زك سبس ومعاني كان دارده راجعات وكل شيء الكبير شحال في عمون؟ عام هذه التغيير إمتى بدا؟ تعين؟ هذه التغيير عنده إمتى بدا؟ عام هي!!!! من قبل كان دراستون ديان كان أمم ديان يعني مش كان شيء مستوى عالي و لكن كانت يزكسوا بسوء و كانت يراجعوا كل شيء مهو و سمح لي يا عثبتين كم من معاك قلتي كانت دياد لها دروس دي للدعم فيه المواد بس جميع المواد مهو دي عرب يطيقان بصيدائي مهو نطلع الاعدادية بس جميع المواد كاملي و كانت دميال لناها دحل باش يعني ولد مغيقرار ديبا عندو جميع المدرسة كيقرار فيه عندو مدرسة العادية و عندو مدرسة ديالدعم و عندو جو استعمال الزمن عندو استعمال زمن ديالنهار و عندو استعمال زمن ديالدعم قدرنا ايلا قدرنا هذي قدر على واحد المدرسة تعمل قدر على هذواتيها لن طبعي الحبرك انا كياد عشكا نعوده انا بنورة جاعت حيب فقدر عندو مدرسة كتبتوني ايا ما تحضرش عفرتي الوزارة الالترموطنية ديالتو حد المتاق سمعتوه مدرسة النجاح بمعنى اي مؤسسة مبقاش عدها الحق تجعل و ميداتنا و انتكون يكروا و يعاوضوا بو حد المستوى الا انه العديد من المدارس الخاصة اللي يشفيها و يهديها حيث كتحمق على هذيك الورقة اللي كعلقوا في اخر السنة ديال المياه في المياه ديال البلدة اللي ينجحوا كي يجعلوكم انتوما تقول ليو مركب فيكم الرعب لذلك تدخلو لكم دراسة لان كي يدوي عايتو عليكم كل مرة رارضوا البال و لدكم ما غايتو ما غاينجحش ما غاينجحش و غادي يضحيو لكم انتوما واحد دين شوية تشدوها في يديكم باش تشحطو هذك الطيفل فالدراسة لنا كتقتاضي المتعة يلغب هذك العامل ديال المتعة في حياة الطيفل الدراسة اللي الحمار فهنا فهنا كي خص كي خص لغلك مت تدلواتيال الدراسية كين وسائل متعددة منها الإعلاميات منها لوجيسيال مونتي ميديا منها لسيت ريداكتيف منها لجو انتغاليال بحالة برعة كاروسو متحركة كي يجدوه في القنوات الاجنبية من الاسف ما عندنا جحنا في البلاد العربية قليل ولكن كي مراميج كيتمتج هكى موضع الخصوص اللي كيتفرج اللي يدفروا صوات وتيداد ليه لفلقاغيزاسيو سيلتيفيك علمية في الرياضيات وهذا موكي تفرج فهد السن هدا رغباقي طفل ونحرقو ليه ونحرقو ليه حذك الطاقة ديالى لانه لمشيك تنصينا الرصيد ديالطاقة ديالي اللفور والملال والغضب تانيا كي يخص لابد مواجهزيكم الناس اللي كي يسارو على التعليم عرفون بأن ناسة واحدة يضجق في هالنجاح ليه ناسة واحدة يعني واحدة يعني انه يركزوا على واحدة لاسا يا إم الرياضيات يا إم العربية وقاة وغادي كانت تعاملوا وفي اليد حتمدوا قوة الحلاوة ديال النجاح واحدة في المستر يدعب واحدة 17 ولا 19 ويفهموا الوضوع الشيئ ديال الحلاوة هديك تعطينا الإدمان على الحب العلم ثم ما ما نساوش للهيكلة الستركتورة في الهيكلة ديال العقل ديال الطفل فالفرق ما بين معلمه ويدنا ما بين جعله البنيادي التمرين وما بين هيكله العقل ماذا كي تهيكل العقل ماذا هو أنه الهيكل؟ هل هو الحاسمة الهيكل العظيم؟ تخيل ما يكونش هدل العظام وسط الجسم العظلات ويجيد غنقوهك فيه فهذه الطائحة فالحديد في البنيا نكونش إلا ما كانش الحديد من وسط الحيط فالحديد في البنيا ماذا هو الحديد؟ وماذا هو الهيكل لدي الفكر؟ هو واحد الحوار كي يكون مستمر والذي يحضر الطفل عندنا الواحد التقافات متى التقافات الموضوع كارا فرق ما بين الداكرو واللاقش اللي يناقش كي يحفر اللي يتذاكر كي يطرب فلهذا من الطفل يحضر عندنا في البلدنا فحنا صحنا بنا التقافات الجاهلية وتقافات المرضودية فمن دولة العائلة كتمشي فقط وهي ميعة وعائشة وغرقة ما هي قلدها في النيورانس اللي كالطالب بها ومتا معي شو في النيورانس هنا اعطيتي بنيا سكيزوفرينيك السكيزوفرينيك بتغير الانفصام التقافي يعني كالطالب بني بلا بيرفورموس في واحد الوادة في واحد العطاء فكري ومعي شو في النيورانس إلا بغيتوا تكونوا أدكية بحيث الحلوة ما هتلقوش بلاسة ما سير عدل اختصاصيا في العالم الكامل واللهي ما كينش فاند ولا شي ميطاد اللي غا تعطيك لكي فونوس في النيورانس ما كيناش إلا إلا ويندك ومشابعاش سكيزوفرينيك بالصح ودعونا مفاصل وغا تغنصوا التنمان غالي غادي تدعوشي لهم غادي يقولك بغيت الطلب إلى الفلان فلانية وغليت الحاجة الفلانية ما يعيشه وهو يعيش لك في واحد الواقع مختلف في مشيت صاحبك ومشي هذا وكيقرأ تقولك شفيتين ما تنقرأ تقول لي عجي ولدي صور من دابك صور من طاق تقول لي عجي تزوج قل تزوج تاق تقول لي عجي نصار في ذلك ساعة مشاء وغاز لجانا أخرى بغينا إحنا بغينا نبير حيث يقدر إنسان يبغي يسيخ في الو بير ربما تجيوز للك ستخاني من جانا أخرى بغينا نجح للا ولكن انشاء لك للضفة الخيمة يعني ان لي غادي نجح ويجي بشي وغير وهذا وسيشوفوك غادي وليدك ساعة وشمواتين صالح صالحار ونصوك رشو مصالحة حاجة أخرى إذن فاصل أهلا سمحتمو السمان عندرو فاصل أهلا نقصة نرجو دعينو استقبل مكلماتكم الهاتفية يا هاتف يا رجل ديينة يعني من experiment كريما بسابت يعني أن يخبو الليك يعني كيف ولي مصرف jätte بحاجة بحاجة ربما اللي يخدمهاك يعني انك يحضر شروط الصرف يعني هكا سريط قدائر سريط جيبي و لها دي طف و كي يدينهم يعني الاستهارات في اللي يعني هزا مراجعات الولادي صرف تأذبار يعني بزاف هذا الاخرى بمريت وصالي الوليد ونك يدخل بزاف في ذاك الشريخ اللي الوليد يديني الوقع في المسلامية سولي على هذا يعني بزاف ما بقيش قدرة يعني تنسيتي أنا ما برتاحش تنسيت أولادي بزاف لتحسدها أنا ما استقراش وما انتش بتين باباهم بزاف يدخلوا بابا فينا هو بابا خرج بابا هادي بابا اللي يجعلوا ما يتبهوا و تنقهوا في نجاز ما عارفش اشني الله اللي ما ارفضت اشتيعف اختي العلاقة الزوجية هي علاقة قانونية ما هيش فقط علاقة عاطفية حرقة لان المرجاني والحبق كيتبعوه ماشي المجال الحمق اللي امراض المجال الحمق السافيه يعني لمن للأقل ماذا تكلمات ذاك رمك اللي حسن أولو الحمق اللي ما كيتكيش هو اللي كي يضم بأنه العلاقة الزوجية هي علاقة عاطفية فقط العاطفة رمديو رغي بحل السيمة ماش تجمع مبين يجوره و يجوره هذا كالعاطفة ماش كتسمى الياه رغم تربط بلع عاطفة مجتموش ولكن رغم ماشي هي المبتغر ماشي الهداف الهداف هي واحد العمل والله تبصينا في الفكر الإسلامي على كل عمله نبو سعى السلم سيوليه القطير عمله بمئدم إلى المتعة كل شيء في الإسلام يعتى محور حول العمل ماشي حول المتعة ولو أبي نخصر حافظ على سبعة المتعة سبعة المتعة هي المتنفس الذي يجعلنا نصبره مع النحن يلتدوني ماشي مكشو مع المتعون صول العمل اما الهدف دينا اللي كيت زوج بغاعت متعدة كمشافيه فهي أولا من العلاقة الزوجية هي قانون مسترة فأي مقاوالة فيها شركة وعنده الوحد المدير يتصرف بشكل عشوائي رغم المسؤولين هذا النصوص يديك الشركة مسؤولين ستدقى قدام القانون في حالة لتدعب في الأموان عندك أخو انت عندك واحد الأسهم عندك 15 200 ستصرف الرسالة عن طريق المحامي لهذاك المسيئر ستقول لها أخوان أنا كان حمرك المسؤولين والعواقين والانتك تتلعب في هذا شيئا وكان أمشي وكان أخبار بطريق قانوني لمحكمات يجري كده باش غدام اللي يجيب يجيب أساساته يسألوا هاداك المقابلة هاداك الشارك رفعت دمنا له فدرها الزوجة واش هي بقرة حلو واش هي واش الملكية كتشرائي للأبد ولا شاركة في العملية إذا كان نحن شارك ماذا نقول شارك لعمر شارك يعني شركة إذا كان شركة في المنستاتي أي مقابلة عند هذه استاتي فيهم قوانين فصل الأول كي يقول كذا وكذا الفصل ثاني مثلا المقابلة اللي بني واش غدهم كلها تدخل الإنتاج السمعي البصري مقابلة ديال السمعي البصري واش هم كلها تمشي تبني مسجيد وتولي تدير مدارس العتيقة وتولي تدير القرآن مقابلة اختصاصية في الطبخ وفي الطعام واش غدهم تمشي تدير جامعة يعني يما نكت نكت قد غصتك تمشي تأسس مؤسسة متوازية وتجيب الأنطور وتجيب الناس اللي غدهم الشي والحساب منها ديال شو تبني تدير إذا ملي حد زوجنا وحنا شركة ديال حالة الزوجية فين هي القانون؟ القانون هو أمرهم شورى بينهم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعضها ما الدستور ديال نحن يعني هي مؤمنة ومؤمنة هي وليته في أمور وهو وليها في أمور وأمرهم شورى بينهم مليك تزوج القانون شورى كيبقاش الزوج يتشوق مع مرتو وكتور يمت كينا عيشة في الضوابة حتى وحنا غريب يموت وشو يا يبدوا يقول لها الناس وفخبار كراج لك رخل لك وحدنا اه؟ رخل لك وحدنا المحل تجالي في بصر فرنية اه؟ هدا وهو شرجل صالح مليه المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض كيبقاش يتشدوها بعض الرجال كيكون هو الأمر والناهي ويخصة تسمعه وتحديه الرأس وكذا يعني كتجرد مش خصيتها ما يمكنش رهية لقوا أقدم الأسد الأسد عنده دوروا في الغابة لقوا أعدها دوروا في الغابة كيكيب الأسد قتلول تقليها ومشي الصيد تتصيب يعته الزوجة وشو في اللغة العربية والمحد فالراجل كيتجالي الزوجة وليك تجالي زوجوه نفس النصط يعني اللغة العربية الوحدة زوجه 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 الأخير اللبنانيين العصريين ومصريين شوية العصريين داروا زوجه وزوجاته ما في العربية الأصلية زوجه يعني احتل تسمية بحال بحال في العربية امرأة وعنده امرأة ليس تسمية عرية زيبة لأليف وتاء وحنا عنا نزعر استر فهنا نصحتي لهذه السنة انه ويكون ضمنه بأنه إذا وقفتوا في وجهه الزوج ولا الزوجه وقفتوا في وجهه الزوجه راح عامل خبيت امرأة فيها الخير اننا نواجه بعضيتنا ان الزوجه تواجه زوجها بكل أعداد وصرامة صعب كائل لكن الأعداد وغضي ينفر وغضب 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 وغضبك وغضبك بكل أساليب وغضب 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 وغضبك 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 بكل أساليب وغضبك 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 تتضربه في مشكلة تضغى وكتعطقوا غصتك تضربه وكتعطقوا هذو حالات استيثنائية في حالة حرب يعني هذو تضرب القرطاس وموراج الغيزين وشمي طارنها الساك في الحالة المدينية وفي الكهات الزواج تعوش هترجع الى هتجيب الكهات الزواج الزيق إلا مش يجيوه اللاجئ ما تنضربه لأن حالات استيثنائية قصوى هذو حالات استيثنائية هذو أما كلمة جوج تضرب الطبلة هذو لمعانضرب السيمة ستوة عير يعني ههنخواف هيدا هذو عنده الليحة وماني سأرق قوية هذو طيفون هذو هذو لساندروم دولوي باش ننطلقوا هم لواني إحساريات الليحة وإحسارية العلميات بس ملساندروم دولوي بايثاني تصيبو 4 عرصان من أصول الى انتيار شوف الاحساريات العالمي ولا تدفلوب بزاف عن الدكور يعني سوخ خمسات الأشخاص رتلقا معض يا للدكور وانت محدى احنا سلق اللي بالاش ام اذا تحيتنا لندن يا انت مرام شو المكلمة اخرى امينة من الرباط دائما الو الو مخدو سعاد من تتوان الو الو السلام عليكم اسمح سعفك في الراديو اسمعينا باشتغم التلاف واني خليك الو السلام عليكم محمد لله باركك بارك الله وفقنا السلام عليكم ايضا صحية انت سابت مرحمة الله علىكم الله علىك بكم شكرا ام تساعد اه اه اله هد الموضوع هدا عندي هوه هو قد نقشه ايضا يعني ايضا عالة يعني دا ايمان فاني عندي كفين القسم الساديس وشهيك يوقع دا ايمان ان يكون ناديد جاكش ايضا ايضا كبيرا فالقسم قسم مؤسسي صعيب وشهيك يوقع دا ايمان يكون نقش مع الاه مع الاذاء دائما في حالي يريدك نقول لهم انا تقول لك الأساد ما نسيطعش على العيال كنقول لهم ماشي ترابي الأساد علشي نحمل المسؤولية المدرسية في ربنا وردتنا ودائما كنختلف المسألة انا كنقول لهم ترابي كتجي والدار انا مرأة ديالي كنقول لهم ترابي الاساسية لان احنا كنضغبين تلك سنين يعني كنقول لهم ترابي والدار انا وردناك اخسرنا انها تكون لذب حاجة اسمين فيه المجتمع كيلعب الدار ورياله راح لحسب الخلطة لحسب وكتب قصر يقول دي سعيد بزر واحد شي اذا ما وصلوا لحد الحالم راح اللي لوحد مجموعة الاذاء راح راح اخدي موقف سعيد وكركة تقاتي شيء ودائما كننقى تلقى مع الاذاء كيقول لك لا الاستاد مش مزيار ودائما كنت راح انا تسأل البرفتر لي خليك وواش كنفة المدرسة عندها ضع يعني بتترابي دهاد العيال هادوش هي مسؤولة انا مرأة ديالي يعني ما بقى الدالين حاجة مشيلي يقول لك لا ما قولوا لك البره اللي كغسر تربي الابو الام يعني بزيل حاجة كغسر صخوف ولدتنا كغسر زيل حاجة كينا قوانين كتتوضع معاهم يعني بالفعل والمجتمع بحاجة نقوله الانساب من البيئة ميكيخش على برارة المجتمع كيو خاطئ انا هاد اوطل هاد سؤال تاني اللي عندي واش ترابي اخرى لي كينا ترابي اخرى كينا كترابي الولادة كترابي الولادة يعني من كل شي ميكي تخرج على برده كنقول انا بالفعل المجتمع كينا تأثر دياله ولكن كيب قالك خاطئ كبير واش كتقول لك انا كترابي حالة شخصية ديالي يعني واش هاد الاعاية تقدر يتغير باشي فترة واجهزة وانت لاكي تعمل ذاكي مجهود كبير دي بستخصر انك الكذيفة استقامات في كل شي لان انا كترابي الحالة خاصة لانك هنا مشاكل كبير وحالك اصدولي فهد الساعة دي نقول قرية الله ملك الحمد عندي ديك الحب القراية الحمد الله مززيه ولكن عايشه هلا ترابي مش هي بلا امه هاد الاعاية هاد الاعاية هلا ترابي لعايكي قرية مزيه الحمد الله اللي السوري قديالي في قصة الدراسة الله مرد الحمد ولكن قسم قريح مرغان تتعارب اللي عند كبير ونساء تغضو ديكيبا تغضو حسسسينين العقوبة وهذا ولكن دي مكي القدي هد المعلى لقينك عندي بشي انشيطة في الدراسة كل مدرسة ما مزيرش كل علشت واش انتو ما تضنو واش انتو لك تحمل مسؤوليه الاستدرابي ثلاثين عائل واشنصدر عنا او ثلاثة ماكسيمو اللي عندها عندها بزاف عندها ثلاثة عائل مصرختي لك ايه في الموضوع موشه شكرا مرحبول مرحبال شكرا لك بزاف سعد اولا بنسبة لتعليم وعصير هو صبح بني بني على مطاق بني على مطاق يعني واحد حاجة توافق كم تفقب من المؤسسة التعليمية ما هيش مدرسة ما هيش مؤسسة اللي استقلنا العائلة جميع المؤسسات عندهم شاركة مع العائلات مع الوالدين ذي التلاميذ او طلبة للاسف الكونساي ذي اللي باغوا مجلس الاباء والامهات ما بقيتش كنلقاه يعني حاضر محتش كن فعلي في العملية التربوية يكون حاضر في عملية ذي التمويد او شي طاح او طلبة يعطيهم ولكن خاص هاد المجاليس هاد المجاليس العائلي خصو تصبحوا منذ القدرة باش يستعن الخبرة ويجيبوا هادوك الخبرة هادوك المؤسسة بحال ممينا ترين واحد المقاونة كدخل للبورصة واحد المقاونة كدخل للبورصة ومن المقاونة كدخل للبورصة البورصة كدير خبرة ديها كي يشوفوا الأنشطة ويشوفوا الممارسات دي المقاونة ويرقبوا حسابتها لما كدخلتين للبورصة فا انا نخص نطالبو ونوصلو نوعيو الناس ديال التعليم خاصة التعليم الخصوصي الناس ديال التعليم وانا ما كيقبلوها تشارك وملاك تنبينها سهلين بزاف العلمو يسدين على راسهم الخاصة على راسهم يعني عنده الكفاءات كيدا انه خصوية ترشغلهم تجيب من ولدك وصفية دخول صغرسك ومنجل يسيد دخول لهم شغلهم تجريوا لعبردك فالأمهات والأبات يخافوا انهم لجوا يدخلون في شغول هديك المؤساسة كيترزول لهم ولدهم كيل بعض منهم في القطاع الحر اللي عنده واحد عنده واحد تقفاء ديال الشراكة فهد فهد هي أرقاء علامة الحضارة ولجستيون انكلافي يعني يسد عليه واحد بمحاله وتخيم تلك تجيب لها راس المال لأن ولداته ولداتنار هم راس المالينهم فهنا خص هذه المجالس ديال الأباء وهنا تتفاعل بشكل ذكي وأنه شيء تضرر خصوية وقفوا وحتجاجة يقدر نرسلها وطولا كذلك لهم ديال واحد شركة وهناك يضر مهم ديال الوزارة وديال الأكاديمي في تفعيل هاد الشركة مع الأباء طيب السؤال التالي طيب قالت ماذا ندرسة مسؤولة على التربية وفقين حد مسؤولة علي ياخدين النماط ديال مدرسة الأمريكية مدرسة الأمريكية تتربيه بطرق غير مباشرة حيث كانت تربية مباشرة وكانت تربية غير مباشرة التربية المباشرة هي من اللي كانت طفل يعطي الأستاذ عقوباء وكان يخرجونه القاسم هذا مباشر مباشر ما بين الأستاذ والتند أما الغير مباشر هو من درسة الأمريكية بتربية غيرها بحيدة النبس العادي كتب السؤال هالطابلية وليدت عندهم طابليات كي يبسوا الطابلية بحيدوا التمييز الاجتماعي هذا فقير هذا متوسط هذا غالي في من درسة الأمكانية الأمريكيين ما هتلقاش هالنماط عندهم طابلية ثم حاضر عندهم كتافة رياضة والفن والثقافة ودارين مساعدة الدراسية داخلهم أساسا يعني أي وليد أو بنية عنده صورة مفرحة البنية ما كيخليه يخرج من الدرسة حتى كيكونوا فرض والعمليات الدراسية ساعدوا لحد الشخص تنوي في الدرسة كيحرصوا أنهم يخليوا الوقت للوليد أو بنية كيحرصوا على أنه في البيت يبقى عنده اللاعب والجنوس مع العائلة ويتمتع بموبة هذي تربية غير مباشرة وهكي مدكية هذي البنمات اللي كنحبه اللي كنتمنى أنه يفعلها لعديد المباييس الحران عندها الإمكانية ف فينا بلاسة هذي التقافة دي الوليدين غلطة في الكلام اللي صاردت السيدة كانت تقول لأنه العديد من الأباء المعات يقولون لها هذك الأستاذ لم تتمكنش من القسم ديالو وغصورا هناك يوجد بنيات أنه لم تتمكنش من القسم ديالو هذا ماشي أستاذ محلش واحد ما عارفش سوكار ما عارفش تصوم الكار ما عارفش تصوم الكار سير صنك تاكسي ما عارفش تصوم تاكسي سيصوم مشكلاتة لماذا في الهند وفي الصين داري اللي وديك لي بشكلاتة ورجعت هذ هذي 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 تراسبور نوك يركب في واحد الكاريسة وراها ورجعت فرنسة داو فأوروبا نهيب هما ديالي هم واحد يبيت سيكارات إيه لك تخيطها برجعات وليه انت منيها ان شاء الله نشوف ورافش داربي دولة فمراكش أنهو تاكسي بالمشكلاتة هذا هو واحد المشروع قدروا نخدوه في شباب اللي لوحده أن الحمدول الله بلاد فيها الشمشل عام كامل الناس كيجوا سياح لما بغيش يتسايروه في مدينة سد عليف طرابين وليه في طرابين بلاده ندروا حد تكتوك وبدو بشكلاتة وليه ديال ما فيها رياضة وفيها عضلات وفيها إيكولوجيا ما فيها الأنزلات وقالوا هذا كل السياح كيف فهذا الشخص اللي غايت تعطاه كار هزمعه واحد خمسين وستين وسبعين ناس واتمائين ناس وهو ما كعرفش كونترول البواء ما كعرفش كونترول الضغط ديال الكار الشي كهوة الشي ديال الموسيقى وشي هذا وشي كده يعني رغسو حتهي الخطأ ما جاي أن العديد والناس ديال التعليم الخاص ما عندي همش مراكز تكون مستمر للناس ديال التعليم ومزارة مددت له الشركة معي سابير المغرب عنده سابير قدام وكفاءته وعرين أنا دائما ما بداش تفهم لي هذا النقطة العديد والآن ما بداش مفهماش علاش سابير كاينة ومدارس الحورة كاينة كل عام كتزاد ومداش واحد الشركة مدين هدوك المدارس إيقوة تعبير التعليم كيف الشي عقل أن ناس ديال التعليم ما تنزلش عنهم مسترة يصيف طول وطول ديلهم للسابير لتكون علاش لأن في السابير اشتري لأنه واحد الأستاد عنده عشتدي عام ديال التعليم صبح عنده كفاءات ديال التعليم اشتري لأنه من هذا التعليم عنده كفاءات ديال التسيكولوج أرد عندك مومة والبوليس والنسب الإبارة الداخلية عنده كفاءات بسيكولوجي لحتيكة كمع الناس كيقول لي خيل أنا في ربي عنده عشرين عام في مستشفى عنده كافأة بسيكولوج لانا كيجي عنده واحد مزروح كيجي عنده واحد مستفز كيجي عنده واحد غضبان كيعرفون السعر خير السابير كينا الناس اللي عنده اكتر ما يشتري عنده خبرة باسين كيشربوك ويزده تايب عنده الصدر ديره خاوي هلاش لانا كيتسنه هو دائما الدولة هي اللي تسايفط وانا اخده كله عندي من مشغولين وكيعملوش لا فيش الاستمارة ومفتيش اللي ما كيفرضوهاش خاوي وعند موقع الخاص كيجيب طلبها نتخرجه واحد عنده وواحدة عنده الماستر وعنده شجريبة وعطوها قسم تتفن معها اشنا يعني نعب هدا اشنا يعني انا عنده اختي هدي ما اضغجت فمية لو كان عنده مجالس لعائلة هدو كان كونسايدو فمي وتعطانهم السلطة قانونية بحيلي تعطت السانديك في العمارة لو اشتري لانا اي سانديك في العمارة عنده سلطة قانونية إذا لم يخلصوش الناس في العماران هادوك لو يجيبت السندق واشك يقدر السندق بشي المحكمة ويحجز على البرط مدين هادوك الناس ويطلب بالقانون الأداء أولا لا تغطيت له سلطة قانونية عناش مماتف سلطة قانونية لما جاليس لكونسيدو فامي كونسيدو باغو اجتيها هو دير مستارة قانونية وصبحوا هادوك المجلس دين الأباء و أمهات عنهم سلطة قانونية بمجرد لا تقبلش المدراسة الخاصة بديها شاركة مع المجلس غالي يمشي المستارة قانونية وفعل سؤالة سؤال تاني لماذا تفعلش الشاركة مع سبريار في تكون المستمر للأطار لما عندهش الجنوبة لحظة ما بقيناش في المشكلة دي العرف هما مشكلة قانونية هما مشكلة دي المؤسسات فهد تغراد المؤسسات قد خرج لنا في المنظومة التعليمية لا أعرف أولادنا إذا انتبه هنا يا واشهد الولد هادا بخلص البنية التالتة يرد فعل حيث تغرق قانونية عن نوح الأستاذة عند اكتئام النوح الأستاذ من ديوش لتالي كان هناك نوح الأستاذ من هو كان بغي يكون سببه ما بغي يكون كوميرسال ما نجحش عنده واحد المستر ما بغي يكون قرر الإنجلي وقرر الإنفرماتيك قبل كل مؤسسات ما شو يدحوك يوكدا سابس ولكم جريبة كي باشي بريباري التده بريباري التده ويدي الوحد جدوان سا كوتو مانيرجي بريباري التده بريباري التده بريباري التده لكن اللي بغي هو يدخل الإنفرماتي جي يجي بكتاب وتلقسم ودور مريقات ويجي بريباري لا تغصي كونه واحد تشارك بالسبير بشكي يعطوهم ما تدهو يوجد بريباريسيو ويبدي يجي واحد الشخص بني يشوفي رقب وشتاك لما تدهو تعطوط لي كي يخطم بيها ولا لا وكان يخطو ها هاد الامور هادي مؤخرا اه كان حييي احبابي ديال الاسوسيات الماروكين ديالسيوس ميديكال اللي حاليا هلا المؤتمر في الضربدة اه اه افتتحوا الجنسة اه واحد واحد من التذكير الطب العربي الإسلامي واذكر اه البروفيسور زوالي صديقنا وحبيبنا اللي احفظوه ومحفظ الله صحيحته وجميع الأساسين الذكاتي الحاضرية في المؤتمر كان حييهم صحو الكاتبين عمال دكتورة نجاته وشفر الذكرو بالدور ديال القاضي في المجتمع الإسلامي انه كان هو اللي يرقب المستوى التعليمي في الجامعة اه وانه كان من اسباب الإقالة ديالوح العامين في المغرب في العوصول الماضية انه لما كانش يطالع المستشفى كيف يتعجب القاضي هو اللي يفتش في الجامعة ومستويات العالمية ديال الأساتيبة وواحد العاملة أو مسؤول ديال المنطقة ينما كانش كيمشي يظهر المستشفى يشوف حالة المرضى وما كان يشوف العينين بهم كانت تكتم إقالته ومستشفى يعني كيف يمكنك تكون الساسات فيها واحد الصحوة هذا ما يصبح مستشفى 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 يبقى لنا غير واحدة مشاكل صغيرة مستشفى مستشفى قطح المنطقة ومستشفى ومستشفى مستشفى اي صاحبتي ومستشفى نقول عاديش نقل دكتور ليو ما عاديش نقل ما شاء الله يكون لديك العامل ومستشفى يا عربية تشتفى فمستشفى يوم الأم ديالك والأطفال ديالك ومستشفى شكرا شكرا ام زكريا تفضلي يلعنديك شئ تساؤل نمساش الأخت سكينة طبعا الله يبرك فيك مبارك الله وفيك ما كانت طفال مشكرة تفضلي انا هسا كن عندي ولدي عنده تلسين او انا يكرقى مع صعوبة بزاف كنا اذكر الاستاذ في كوميونيكا مرفوع هو الحمدوله مش اوتيستيك مش اوتيستيك ما عندهش اوتيزم ولكن غيره هو مرفوع يعني كنت هدر معاه هو كي يغني متاء ولا ما تيدي هس فيه ولا تيقول يا ماما شوفي هذاك مثال هدو شوك ليش فينا مثالا مرفوع حد الدرجة اللي بتصور ولكي سمعش لي مثال هدوكي هاتيب ودعشي حاجة مايرتبش اللي حتى نقول لي هدوكي الجملة عشره بالمرات وشوف شوف بحليش رتبع طيب عتاني متى هد ترتيب حليش مثال ترتيب انا كنهضر معاك وارويني بابا راهدار هكتبين كاريوين اللعب دياله اشتريف عفا اختره هاتيكسين اللي جاديك راهاتيكسين ولكن انا شوف تلسين لا شاء الله عليهم شوف تلسين تلسين داري غديرها صبعاتك شوف اللي قدامك 3 دير 3 صبعاتها تلاتة يعني ما تحمليش فى طاقته ما تاخديش بلد عائلة خلية مرجعية مطلقة تلعفة كل عائلة عنها تقرفتها اللي اللي كهمه هو واش كين السلامة كين الصحة ديره سليمة لا جاسدية ولا نفسية والعلاقة ديالك انت مع زوجك واش كين محبه وطمه اللي نوسا كينه إلا كين محبه وطمه اللي نوسا كينه وهو سليم فى البنيا ديره فما تخافي وان وهذا كينبيا على ان الطفل ما زال مش بعش منك ما زال ما غلغش فىك ما زال ما خرج من العلاقه الانسهارية فإلا هو الطيف الباق وحل الام شابه وحنينه ومأدبه وعندها القوة كيمص منها هذيك الطاقة ما كيسخاش بيها فمن اللي كي عارف بأنه تلت سنين ورغب داك يكبر مخصو بيبشي من دراسة رغيبة عاد عليها كتجي صدنا ونبليسان تخوماتيزم من اللي كتزون مو من رضاعة ستان تروماتيزم ويدوزيام تروماتيزم انه تذكر مع الانتة ماش بحال بحال لان الطفل الانتة مستمر رفع علاقتها مع عمه وخاكت تفطم عليها الدكار ما كيبقاش مستمر مع عمم لكي تفطم عليها لانه تيشوف كين واحد المعشر بالرجان ومعشر للنساء وكيبقى يدفعوه وخاص ويتدفع يبعد تدريجيا من معشر النساء مش بيبقاش ربح للنساء ومش ربح الرجان لانه هو رجوف المتقبل فهد الصدمة الثانية تي عيشها بكار صدمة ثانية على الانتة الانتة مغت عيشها بمغت بتاعها شي على حال نساء مغت مشيها الطالة على حال الرجان وكيبقى افتصال ويطيد مع حال نساء بكر لا بكر تدريجيا من ثلاثة كنظروا نقصوه من حال نساء ونعرفوه بحال نساء اربعة كننقصوه خمسة كننقصوه شوية سستة وسبعة مكيبقاش مشي معمول الحمام مكيبقاش دخول معها الحمام فهد انتصال ما بين البنية للأم والبنية للأنتة مستمر والانقطاع ما بين البنية للأم والبنية للذكار في حال القطاع كي يخلق له له دوزيال درواتيزم يعني الصدمة الكبيرة في حياته بعد الافتمادية للحالين فهنا خلوه يغل ماشي عيب علاش دائما تنصي عماية للعلاقة الإنسهارية ونعم التالت كله نغرروا منها مره مره ماشي عيب ندير معاولي واحد الهزة ونغضب واحد الغضبان ولكن ماشي بالضارب يعني الغضب ونغوبش فيه بعد مني صافيا صافيا مرة ثانية ونقاش المنتمشي حبيبي بعد مني صافيا وشي عبدالله هذه الساعة يتأثر بزاف شو تيدير كي يجيكي بها عاودي ربط العلاقة معك فهذي كان ربط العلاقة كنحطوه شوه تقول له لو هو تنروا حبابة صاحبي ونخليك ولا ونقول لك صاحبين حبسوا ونحبسوا اللعب نقول لك نجمو اشتي ما تعطيش الأمر تقول له جمع نجمعوه ربديه هذك اللظام لعبة يعني تطيح المراعي لركيباتها وكتقول له انا صحيح يجمع ما يمد له هذي اشتي هو غاي مدهارك لعبة اشتي هذي الساعة احبك تليه التنظيم اما اللي اعطيتها امر امر معدي انا ما كيبغيش ينساق بحال دا ما تخيل حنا كان نتكلمه دا ما في البرنامج وديدخل عندنا واحد المسؤول في الاداعات يقول لك لا عافق قدنيك اوكا لا عافق بلس اوكا انا عافق دوي شوف الججا بكا وحلقيتها ما نقولش عارفين حنا ماش نعضرو ولا غان تلفو كيف احنا ما كان نحبوش وهذه القطورة اصدق كيف صيار متيح مستمر اذا اني سمحتوا المستمعنا ماذا نستقبل مكلمتكم الهاتفية وتواصلكم مع عمر الاسم سلاقم خمسين تمانين غرين دروفاس ورجعنا لكم نستقبل مكلمتكم الهاتفية معنا عادي المفاس سلام عليكم وعليكم السلام وعليكم utilisائد ولكن نم forecasts اشتاء لكم وNERة ان نشاهل والده لاartoزيات حتى الوصول إلى الانتماس سنة. 为什么؟ لأنها تتتتتت الأولى. المترجم في مريقية وهي المشاركة ما يتدعون إلى تتتتتت الت選 GE لديك هذا الأمر . وليس كذلك يشهرون وضع الناما يتدعون أطاMic تندعونchuss . كما يتدعون أي شأنها ستتتتح التخلص . ستجنته على إنسان هيجد أحد جدا ? التالي كيف حالة؟ حالة مريح قرى شيئًا المترجم يجب أن يشاهدون ذلك وأنه يردونت المشاركات للشيء فقط هذا جيد في غير راضي فكريا لك أنه من القول إليه نريدك شاهدة وقضت لك إياه حسنيا ولكنك في حدودك هذا أول مدرس إلا أنت تأخذك السيدة عندك تشتغال وتتخدم وتتقرش مكهوم مع bisa uno الا 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 ماشيئين عني دخلني دخلني واخذ خيرون عدك رأيها الموضوع مرحبا بذلك هزا فهدي لأتواصلك معنا من فاس ناخده ومكلمة أخرى من جوابه هذه ناخده حكيمة من فرنسا ألو 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 حكيمة نعم أخيتي نبس عليك بارك الله فيك مرحبا في تواصلك معنا حكيمة معك بروبيسار مباشرة لعنك شي تساؤل نعم هدي سادة أخيتي نعم نحبك فيك الحمد لله بارك الله فيك شكرا مرحبا لله مرحبا مرحبا لله مرحبا 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 لله مرحبا شكرا لله مرحبا أختي هل يطول عمرك مشهر نعم ديش وشي أسئلة هاد من عركة نهدرا شويش داع مرحبا مرحبا نعم 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 مرحبا 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 حاولتنا أمتن باش باشنا كيفش نقول نوضع له اكتربيان أساسية من الأول كيف نقول نادي مطربيان من سافر 16 هديو الأساس مرحبا اه عندي مشكلة كيفش نكلي اللعب دور الأب والأم اه باشنا مرحبا 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 يمكن لها تكتبب يمكن لها مرحبا لأنه للأنه يقدمها خصاص يجينا يجيك للميك يكون في حلمانيا مليش فشن هو القصوده شنو المراد إلا الإنسان نزول عن محبة المراكة عرف الرجلين بياتهم محبة وكتشفات ظروف نفسية حيض الإنسان اللي كي تعطى للخمر كهي اللي عنده تقافة تقافة ديال وحلي اللمات تقافة ديال حياته كي يبغي اغتياره حر في حياته إلا هي هذيك تقافة كانت عارفها كي يقول الأرجلين منو عليك الشعوب ومكان مديرش المشاكل وهذا وعذا إلا أنت أصبحات مسؤولة على اغتيار لها أما إلا هو فجأة وغيرك يسمي تقافة ولكن مراها مراد أو ضراب كيتخبير بالإنسان منو راعف في الخمر حيات ما ننسوش بأن الخمر هو مسكينات اللي كانت كتستعمل في العصور القديمة باش يدعون الناس من أمراض نفسية وعقلية ومسكين هو والكيف والمواد أخرى على الشوخة كان الناس كي يستعملونها فهم ليه صبح الطيب بالحديث وصبح العلم الحديث كين خبراء لغي شخصه المرض وبقى الإنسان واعي ولي بغيش يمشي عند اختصاصي ومشي للحامة يعني بحيك تمشي الدواء عند فبعار أما اللي عنده تقافة وغتيار هذك شو مو هذك لنشي الناس قلوه هل زيان هالخيب كل واحد مسؤول على أما تقى أما أختيار غير كنقول الناس سميوا تقافتكم باباتكم لتقف محاولة ديان الخطبة قلو للسيدة أنا هاتقافتيها كيفاش كيفاش فإذا كان السيدة داخل الحياة زوجية وحبه لا شخص عنده اضطراب وخايف من هذا الجيل المعطوب وخايف مش هاتقصصي لصير خايف يتقال عليه حبق ويتقاله مراد وكذا بزايا تكيخاف وخايف يتقالي عندك فأتكيخاف أنها لقاتس عندها رصيد وعندها قدرة على السبر تكمل ما لقاتش عندها رصيد ومعناش قدرة هي كأم راها كافية فعلشنا متصلنتي للصير أمك 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 ثم أبك أربعها ديال السوري مش كالترفع بيت أعطاني الأم ثلاثة السوري يعني إذا غابت سارية غابت ميل اللي نقدره ما أطريبش ثلاثة ميل إذا كانش عدام زيارة محلية آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ الأب هو واحد جسبيعات كيتزوب من الملح وكيتدارو يعني ضو هذيك الملحة راها بمغين وعكين ماشي مهم بالشكل ومطلق ولكن الملحة راها مهمة كتعطي الكاتاليز لوجو الكاتاليز الفونكسيونيو دياللي مينوغوشي واحد شكل رائع فعلا اللي خاص هو فطموينة من البنية الغائبة بنياد الأب الفطموينة ويراخدب وعندو خصاص نسميه من جنك غضبار مقنق حيث بك مكينشا ودي بني ما عندي من ديلك يعني غاديين قبلوه فصيرات الغضاب غاديين قبلوه ماشي غا نحاول ندير العواض فينكي غلطوا بحال الأمهات كي بغيرين دير العواض فذلك كتولي كتوليك لحتي فتسني جالم كتولك ندير الدور لأب ودور هذك بغير العواض كنبولي لحنا مديريش الدور لغيب ديلي غضبارك وعندك ثلاثة دياللي بطعر سيوخات تخرى عندك ثلاثة فاللي عندها ثلاثة را كافية وعندها يبقى بطعر بطعر فهنا اقول ديها غضب وما ديك بكاولي حزن بحال الأيتيب لأن هاد الطيف هاد غا يكون الأيتيب من البعا الأيتيب انا تنسح الناس كمدرون بخليوا وعيش الصيفة الأيتيب يفوكين فيفلو ستاتيو بلغفونا ما اشيحيت انتو بحطة انتو تحيدو له الستاتيو الأيتيب انا غا يبقى عندو ستاتيو الصيفة عندو وكن في الصيفة بحطة غضل هذه الصيفة القطع Console قطع له حد الوعي قطع له حد مج قطع له حد التعبات قطع له حد الهشاشة قطعه أحد الرحفا قطعه أحد ريقة ولكن أرتعي فالاخير المسبب لهذاك الشاب عيد المنفس كين صيرات الاقبال والاستقبال الامتبع ورحمها كتاب وصيغة الإنجاب لابد لها من حلم ما خش يكون فقط الفعل لابد له من فكرة فالاسم لكي يسبق الإنجاز فالجمع والمعاشرة هو فعل ولكن المقصود منه هو اسم اسم أنني بغيت منك لوحدة من يتشمه لك يكون في العويناتك يكون فيها حروفك يكون فيها صوتك اللي نشوفها تتحرك حدنا ونشوف تجسيد المحبة اللي بينتنا فهنا هذا الاسم هذا غري يحرك لروجيستر إيماجينا غري تتحرك لذلك الخمال للزوجة فغري تدخل في صيغة دي النشوة اللي كي يسمى مرادة الغنوان فإلى ما تتقنوات وما تترفعات ما غري يمكنش لها تستقبل فهذا ما هو في حالة إقبال يعني جاي داخل ولكن هي بقي مادات لا ينومو شو بحل بحل المنزوم دبعا لاش كنراقبو إحنا يملك قرب شمان كنقربوا راقبو شو كنراقبو لا ينومو عندنا دبا في الفضاء من نظوم لما تنوموش لا ينومو تقفل ما تنوموش لبعضياتهم تكون غير وحدة من ديكة ليا شوية على الأخرى فالفضاء ما تنوموش هي ركاية الفضاء دك الكوكب ركاية ولكن غير نازل على المستوى ديالنا لليمو مشي فقط الخط للأخر فدبا خصوه هو يمشي في المستوى الخط اللي عندها شنو هو المستوى الخط هي فوت الفعل اللي انتباغي سير الما وراء هالفعل شنو هو والإنجاب فإلى حتتها فصيلة الأم حيز اللي ساكي عطفو عندهم العطفاء فصيلة الأم هي داخل زنجة باش تكون الأم فخايفة كزنجة ولكن حبب لها المستوى الجاي اللي أم غلي يتولي عند كوليد غلي يتولي عند كبنية فموقيت اللي غيتحبب لها البروشان ستاتيو أما بلسا البروجيكسيون موقيت اللي غدار البروجيكسيون هذه هي قدرة عن بني زيما الحياة ما كيدووش البروجيكسيون ما كيعرفش شنو هو الصيف الجاي والعام الجاي الوطن يعيش والسيكل بذكة ما كيبقاش يقول منا سيما نغمشي اللي لا ولا مناشها مكيدش بروجيكسيون يقولون غسنا نحرطو غسنا نزررو غسنا نحطو مطيك شادابو حي طمدان جاي غسنا نستوكلو اللي مون حيط المغربة كيشترقو العسار غسنا نجيوو الجنجلين حيط كيدوو الشباكية كندر البروجيكسيون مم لعنذا اليوم كيفيروش بروجيكسيون فغسو يدخل غوزو مشتوف بروجيكسيون فبعده غسو غويت بروجيكسيون كندر البروجيكسيون لعنذا اليوم كديروش بروجيكسيون فغسو يدخل غوزو مشتوف بروجيكسيون فبعده غسو غويت بروجيكسيون كأب وعنش هيخبته عنده واحد لاج ماتور لأنه حبت فيها فونكشيون بطرنال قلت غدار يكون أب صالح فمليجي هو تجسد لها غير كزوج جو سيبوز لما تخلقوش لما تخلقوش لما تشوف شندر بحدي عيش الناس لما تجسد غير زوج بغي يكون و بغي يستهلك الزوجات تبلوكات تجسد لها صحبت بروجيكسيون قل لها مرة مرة تشوفوا محاولة لكي يبدو الحويج دي اللي بيبي و تمتشد في ذلك حويجات اللي بيبي ماشي عايب تشريبونهم تشريوا واحد الكسود اللي بليه صغيرة و تشريوا واحد الكسود اللي بليه صغير و أعطيه مفيد و قولي هما جي نتخيلك كغتكوني أم و غتكوني هكتك تحميل عفيت و غتقولي المطبع اللي بيتلعرك فيك و هادا هادا هي غتجسد فيها البروجيكسيون غادي تحرك فيها المفوتور اللي جاي ريزولتا غتبري تدخل الأمومة لحتى بغت تستقبل الأمومة ده ما هي في المرحة باستقبال غتستقبل عندها في الفكرة غادي تعطف و غادي تقول آه باش نوصل للأمومة ده ما هي تخصني تخصني الزوجة غادي تخصني الزوجة بحكم المقام اللي جاي علاش تدخل بك دير معنا في القرآن و جنات الأرض والصماء والأرض و جنة المؤمنين فيها كده و كده كي عطينا طوح تشافع في دي الجنة اللي كالقرام كبقار ريو و جنة و جنة مش كي يقول لكم بان النذينا التقوم كتولي المتاقي اللذينا يقيم الصلاة كتنطق الصلاة اللذينا كده كده هلحتي باستقبال كم عطاناش هدك الوصف كم عطاناش هدك الطرح كنا غادي نقوم في صيغة دي السؤال و ما غادي ترفعش لهم دي بالرغمان و ما غادي نقالبو باش نحضو دي فعل ام او نحضو اخر مكلما سلوة من فات مش مشيو للسماس الو سلوة سلام السلام السلام حسنا شكرا شكرا عارو رجل 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 مرحبا رجل 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 شكرا رجل دي ممكن رجل 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 اليوم هاي صغر قال لهم لكن هاي بنت ليالي شاركا لكم تنهضين ما طالعا لكم وصفر متلمد ويسنتهم علاش هو بغيم بوحدة اخرى مش بعش من امه علاش هو مش بعش من ابوه بغيم بوحدة اخرى ما كنت يلشأت شواتي ويقول انا هو بغيمة لا لا اسمع جماليالي من ليه هو قال هاي بنت اليالي كانت هاي بنت اليجاماني معكم انا مبغيش اذا هاي ضم هات زوجك بغيمة مابعة اخرى وبغيمة باباك اخرى لا انا فهمت انا برافي تشكو الدنيا انا بغيمة عفقتي كان يجوج دياليالبينيات ان ليه ما حبش حبيبك بك يحبكش انتا وليك يحبك انتا يحب حبابك عشنا بغيمة يعني امك وباك في الاصل اللي را عندهم بعدها هم اقترب في العلاقات اللي حبامك تيب وليك اولك يقول لي فتاوات يقول انه حيث احنا على وجه الكتاب كان بوصوش جلد ديالبقراد المعزي انه كان بقراره بصحافة وليكاله ماد الهدراك يقول انه ما شي مشكلة كانت تجيء ما شي مشكلة يعني انه عندنش مشكلة انه متفارقوا لانه بقرار لانه عندكم شوائهات وي عندي شجري داي محاول تيت تفسرش نهار ما كوباك فادمه وقبير ما تيقوله ما ما تيقول كل ما بغاية دير ويديو لا لا مش اللي بغاية دير ويديو مليك تسورو كتقول لي معلاش مليك انا عرضوك ومك ديوش تحشت واحد دام هداش ما تيقوله ما تيقوله ما تيتسدو بشي اسباب ما تافها ما مهنت شي اسباب لي تافها تيقولت اعدى نانسالية اعدى بغاية انسان تتاظر في باب ولكن تيقول لك انا عدنش مشكلة الانسان ت pareil يتقلق مني من غير هذا المسائل اللي العزوما هي عليك خالقا مشاكل تيتش حال اخرى نهاي ازايزة يعني ازايزة المشاكل يعني هاردتي واحد مرة انشان ديوم الدار عدنه في موعدة وسني حوفي وخلهم ببعد الصالة يعني اهم مثل انشاني قدك سي غاديوك يتراكم ويتراكم واجه في لحظة تحكم هذا القرار هو أخذ القرار أساسي تلقى كدول القرار الإخدام أنا أقرأ إذا بالإخطراش يعني أنك نحاول إذا بكي نحاول أن الإطراج على هذا الشيء لا عرفتش شو عفقتي الله يخليك زواري نسحك واحد نصيحة شو يقص حارقة سي فعلا مقبك وما تدوب عنف تريفهم ما تسوي فيهم غا تقاطعهم قطعة مقدم صيبة غا تقاطعي ليلة العيد ليلة رمضان العيد الكبير وغا تسي فيه ما هو ممك ما هو مبك قلهم تقاطعي لهم تقاطعي لكم ترفو حيث لاي عقل ناس يكونوا في هدى النزول هنا ويكونوا في هدى قلة الأدب قلتك توقفي ووقفه من ثاني دراجلك تعيط أمك وإذا مشغول أما يعيط أبك مشغول أبك يجي عندك وباك يقول لي رباك خارجة قول لي كيف كتعامل الرجلي كان عامل كتنه كيفاش يقول لي الرجلي يجي عندكم ما تعطوش أداب النفس السلم كانوا كيجيوا عنده المرافقين وكيستقبلون كانوا كيجيوا عنده اللي عارفهم لا يحبونه وكيعطوهم أداب شو هدأ حنا في الإسلام أدبين كان أعطيه أداب للإنسان وخانقوا لي حققتهم وجوه وخانقوا لأسي لنا رغم كان نحبهوك شو هدو كان أعطيه أداب ورجوه لأدنا البيت رغم عاروا علينا توقع لكوا حدوا لي السلام عليكم وبركة لأسلام عليكم وبركة لأسلام عليكم طيب حالك كانت تكرموا خمسة دقائق تعطيه الأداب ليالو ولو أنك كانت في داخل في قلبك لديك موقف الثلاغ تترضي الأداب هدو مسجو هدو الأعراب هدو الأعراب هدو الأعراب هدو هم العرقس كاعف المجتمع العربي إسلامي هدو هم السخط لدخلو في العالم العربي إسلامي هدو هم المجاحين دي العالم العربي إسلامي فخصتك بنتي توقفي وقفة مقدم صيبة قاطعهم قاطعة سوهم ما رحبين ما سوينو لحي لا يسولو نجي بذلك هذا الشوكير قلوا ديروا فمكم كله ونجوا يدعي اللي عبولك ها استخطار ديروا قلوا استخطار ديروا انتوا لبساخت كده شو عقل السيد من قدب ومشي زور الانساب وزور عائلته ويعامله وغالله وعمله أشو كنت أدرو من بعد طلعوهما الجبل ودروا طلعتون العزاء وغضبوا هدى خليه مضماني لأنه شكل غير معي الإنسان غدي معيه الزمان من له هذيك الأم و هذيك الأب غدي يتعواج له هدهر دياله وغادي يشدون روماتيزم وغادي يقلب عليه سخليه مقراش ديال الماق وما يلقاش وما تتمي وحد ما رجل يدخلها وغا تقول لهم اه اه امو وبالا وجهة الراحي ملي تخبط في رجل ينزوركم الممو عاملتكم مبارا جاءتنا نكفروا فيكم لو سعسلم تيوصي الولادين تيقول لهم ما تجعلوش ولادكم يكونوا مساخت معكم كيف كيوصي الأبناء يكونوا لغيين مع الولادين كيوصي حتى الاباء واجبات ما تكونوش هالاباء في جهالة والأمهات في جهالة اللي يجعلوا لادكم ويصبحوا في السخت معكم هنتم مسؤولي لي ماشي هو إذا ما قد ندرو فاصل أهلا نمشوه باش لغا تتعا استقبال الاسماس لرقم خمسين تمامنا اللي اسمحتي بخوفيسا همشو الاسماس ونجوب على كل تساؤلات المستمعات ومستمعين سلام أنا متلقى عندي 3 وقتين عام ونتي عندها 10 سنين وقالت لي أنا ما بغيتكش وقلتها لك ليش نو نقوم مرحبا الله يخليكم مستمعين المستمعات مستمعين الله يجلزكم مخير الاسماسية إما بالفرنسية إما بالعربية رحتاني تعدموا بهذا كتاته السبعة وهذاك شيء أنا بدا شخصيا لكن نقرأ فش نقرأ الكتابة وأي واحد رسني بها ما نفهمش وما نجاوبش فأغلالنا لديكم نبيرهم جهود كيف تكتبوه بثلاثة وسبعة إما كتبوه بفرنسية إما بالعربية كتقولي هي أنا متلقى عندي 33 عام وعند ابنيتها عشر سنين والبنيتها قتليها بأنني سمعتك وحب منار كتقولي بأنه مرحبتينيش من اللي قتليها الام ذا ما شو اللي عيب ديالي قتليها حينت كدر بيني وكان حس بيك ما كتبغينيش بزف علما هيا الام كتقول علما أنني حملت بيها ما كنش بغيها وعفاكا بخوا بيستغرني كنحس بتأميب الضمير ووش بنتي غتسمح ليها لا 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 اللي كي هم عند الطفل هو الحاضر فوقشكي واللي الماضي كي عرق السيرورة ديال الحاضر ديالهم لتيكون الحاضر فارغ أما لك الحاضر عامر ما كنش بغيها امريكا دولة عندها قرابات واحد مية وخمسينة عندها في تاريخ دياله ما عندهاش تاريخية امريكا واش هاد العيدام بتاريخ اطلع عمال المنور امريكا ابدان ينا الحاضر دياله عامر ومستقبل عامر أما كو كانت عندها الحاضر خاوي ومستقبل خاوي غاد بقعت بكي ويجي اكتئاب لانا ما عندهاش تاريخ واش نفعله احنا بالتاريخ اللي عندنا احنا عندنا تاريخ قدو قداش فاش نفعله احنا يا لولول مجتمعاتنا حاصلة في بينوضاء ما قدر منحركوا التعليم ما قدر منديروا لهم اقتصادي حاصلوا من جميع الدول العربية هامره تشبه الموضيل توركي هامره تابعين الموضيل اوروبي هاخستهل عاشي موضيل هتابعين الموضيل الشينو انا نحب ذيك التقل في الصيني يمكننا قناه ما ياشا إيها هامره ت definite شبك ويطري حاننا كان جائلا قادى أفهم بنو ان سقد قادى قارر خاد مilty شبك ك متابعين ما قاد لم يأنك لن cupcakes احضر لى اح miel قولي بنت حاملة بك ابنيتي اكبر بنت خايفة وقلت يا امي امتي اش داي نحمل مقلة ما غالعرفش ايها بنيتي قلتها وانا كان شوفها بنيتي اشتمك تكرد عك وشفتك يا بنيتي كيف الشباب يزورك اتنصي في الحليب وتفكرت كيفاش مالبعاتني وانيها بنيتي وانا انتساقعش قلت واش مدرت وبقيت فرحانها بك لما بنيتي لك تغت حاسبيني على كل مرة كما فامتوا وانا في محبة وانا كان حمق عليك والله منسمح لك تشكي فيها توفيوا محيها يمكن أن يدخل في الحال الحال امتفي قولدقاء المسلم طيب تقال بغلم صيب تقال عدا ولكن الحال تجيب من المدرسه تجيب يومي داخل حريرات تجيب شحوجات تفرج مع بنتها فور ملا مجلكة تحب تفرج تشري ايها وابنتها تضحك ايها وابنتها تشتح ايها وابنتها تجيب الصحابات وتعرضوا ايها يومي تجرب الحال ذي الحاضر الذي يجعل بفعل أو جمع دي الماضي لا أترى لها سلام أختي سنة السلام بروبسور لكم ملورين هات الصباح لغتكم هذي حالين كتحييكم ولدي عنده عشر سنين ديما كيسب في كل شيء كل حاجة قلتها لي أنا دائما كنحاول أن ينقنعه وكنقول لي إلى قنع سيني أنت أنا موافقة على شي فكرة ديالك عافك وش كان شيء خالا ونحن لم تفق شلها هذي الفكرين يلتقنعين القنعين محلو واحد الفيل تيقول لواحد الفيل صغيرة واشتلق برتي تهزني ونغرد ينتبعك كي غير بولوك الفيل صغيرة هزوا واحد فيطان واحد وليد عنده عشر سنين باقي ما عندوش الكفاءات كل هالفكرية وعندوش اللغوية دي تقول لي قنعني واحد البرع عنده تلاتة وعشرين ولا ولا تلاتين ولا أربعين تقول لي قنعني كي مش قنعني فاش كان أشياء دينه للأطفال كان يعطون الحرية فيها أنه يختار صحابه أنه يعرض صحابه أنه يختار حوجة دياله أنه يكون عندو ترتيب في البيت دياله والذي كل الحوجة دياله عندو واحد ترتيب دياله أنه لغوالا العوطال يقدر يبدل استعمال زمان ما يصبح ناعس أو ما يسهر شوية في الليل عندو الأطفال مشيعين وكان يبدوا ما يتعبوا وصورها قراصوا كان يعطوهم الحرية في شي بليس لوقيتها لك تحتاروا بلدكم هذه الحرية دياله تيحتاروكم تيقدروكم أما إذا بقيت تابعة تل مرحض الليستر تبتبعوه بعد النوبر ومو بحكم أنها مو تقدر تدخل لي حتى في مخ ديال منذ العظم تدخل لي فيه فهنا تقولي الطفل ما فر من هذك التلاسق لأنه الفرق ما بين تعتاني وتلسق تخيل الليستقا رغمها باش أنتو ما كتحيضوا الزغب من اللي كتدروا لها بلاسيو واش كتدر الليستقا لك تلسقين اللي كتزولة كتحيض لك الزغب كتتألم إذا أي واحد لاسق وحلقيته الذي يخذق من هذي العناية كتقضي لابسانس الابخيزانس التغني يعني الحضرة والغياب في واحد صيغة ديالتنوب كل ذلك الثاني يتعبون العديد من رجال في المجتمع نبقى نشوفهم تكون راجل غادي في الحطولة الى قليقة جميلة ودير واحد من دراعته وزوين وتيحش صفو وتدفل لك والدفلة يا ربي السلامة على أخوه على قلة كليك سعدك في طويل قليل في غاك لان راكد في المتصر مهما قليل في غاك لان راكد في المتصر أما راجل غادي مخرج يدوم طلبي وشاد قارو وتي طفي وكاد جاء وحلو خيطة وحد وحد التفلة وفي الشارع ما عارف واش تبع سيارة في الليمن ديالو ولا في ليسر ديالو وهذا وتي خرج لك هذيك الاناقام هذيك اللي على هذك ولكتجسب في هذيك الفعل وتعيد هذك لتسمى مماتشو يعني لا يبالي مرقة الاخر يعني هو بحضو شوفوني هنا وانا فهنا هذل مماتشو خليبهم يكما كيش يخوه يكما ببهك يتصرفو كوك يكماش يجدو يكماشي عموشي واحد اخده يكون موضعين مع تشيست فاقصت لك يا هولدي الرجل ما هواش اللي كيدخل بتقاشر مصخين ما هواش اللي كما كيحكسنانو ما هواش اللي تكون خاشين كيكون ضيف يقول لبس عصلي مألمو منه لا ينجس يعني الرجل لا يحب النجاسة ما الجاسدية وما المعنوية فهنا هذي من برودنا يمكنك تكون رجل هولدي لما تدخل في الخوشوه تبقى فاحد دريقارك رجل اصلا تواديك كمان انسي مس اقول من عند اسماء من الضربدة كتصول على حسب الاخت دياله كتقول لانه مواتشي نصحي عندك بروبسور هي اختها عيشة في امريكا حاليا هذي عامين باش مشات عند رجل ولدات ولد عنده عامين وكذلك 6 شهر دائمين كتبلي على انه مسترسية لزاف كتفكر على انه ترجع المغرب وكتخاف لانه بغا ترجع مع ولداتها قبل ما يدخلوا يعني اللاج ديال المدرسة يعني كتخاف من معيشة ما ولانهم ينساقوا في لدينا في الفكر الإسلامي صغة الرياح لواقح وانا شخصيا كنشوف هذا التعبير القرآني الجميل انه صغة الرياح لواقح التعبير مجازي ليس فقط كيعطينا القرآن الكريم فيه صورة على كيفاش الطبيعة كنتنتقل فيها من قدرة من مكان لمكان باش تنبت المباتات بفضل رياح ولكن كنشوف فيها ايضا صورة مجازية على ان الرجال والنساء كذلك هم ريح لهذا المغربة هم القرائل في العالم العربي اللي كيسموه اسميت بوشتا وابو الشتاء بوشتا هم ناس علاش كانوا في العربية كنت تحكوه تنقول هوجا بعجاجته ها؟ هوجا بعجاجته علاش لان الرجال والنساء علاش عنا في اللغة العربية الهواء الهواء كنت تمنى لو انساك يلعب الحليب الهواء هشنوه الهواء؟ هو ريح دير واحد السيدة بيهزر عينها بيضحكتها بحركتها حركات الهواء هذاك المطلوس فيه حركاته فاجعلات واحد الراجل ينساق لها يتجغل لها بحال كتدير الورضة لكترسل ذاك الرائحة الطيبة في الهواء وكتجيب لها النحل مش يلقحها فالرليح اللواقيحهم من نساء ورجال حاملين ثقافات مختلفة وحاملين أفكار مختلفة وعندهم حضرة وعندهم تأثير فكي ينتابعوا وكي يطبعوا فأنا شخصيا الناس اللي استفدت كثير في حياتي من البلدان اللي اللي عشت فيها وسافرت فيها وكان حب السافر كثيرا ما كان قدرش ندوب وز واحد شهر من ما نسافر في المغرية ويعني بواحد شكل كان حباق متعرق عن الناس فتحت لكي كان لها الفرصة باشتمشي الأمريكا اللي هي المثبت ليا أنا حاليا مقر الدكاء حاليا الدكاء موجود في أمريكا وقلال في أوروبا قلال في العديد من المقاع الأراضيين موجود في أمريكا لأن الأمريكا الأخرى نقول عليهم كيف مشغولة أنا كنت كلف باب السياسي دي الأمريكا أنا كنت كلف باب الإنساني دي أمريكا فالناس دي أمريكا ناس كيحبوا لها المال ناس كيحبقوا على استفكار استفكار وما عندهمش وما عندهمش لأنصور الباليد يعني كن أصل أفريقي ولكن ما كنتي بمجارة ما تكون عند الكفاءة ومستقل ودخلت قراصك كيرفعوك وفقوا قراصهم مرعدة الحدول إخوة مغالبة كيسكوتما وشهدوه وإحنا كنا نعرفوه ومتعابة معهم على المرات ناس كي متواضعين ما عندهمش هلك التقافة الإنسانية كي يبس لقدر بعلاغ سوى الجينقا نجاح سيطة ولكن كتبوه من القرية ولي فانت على اللي مشيتي بوليذاتك انت يامرم سلمة وبدأت يوليذات المسلمين خليهم يتلقحوا من التقافة الأمريكية ويلقحوا لينا مناد أمريكا بالتقافة الروحانية الإسلامية بالقداسة الإسلامية بالمعاني الإسلامية المحضة كبيرة مش هدك التجسيد الإسلامي المتعنيت لما فيش مستوى إحنا كنغل بيدان وضميرة فاكتبت أختكم قولها ربي يقامك في ذاك المقام صبري الوعد ما هو شعيد الفراق العديمة يأثر العائلة دائما وحبابنا ما نسخوش بهم ولكن نعرف بأننا عنا دور في المجتمع لا الوطن دينا ولا المجتمع الإنسانية هو وعدنا في دور كان عليك تساؤل أخر والسلام أنا أم إعام بنتي عندها عامين وتسع شهر عنيدة بزاف ولا هدرت معاها أنا ولا بابها كتغضب وكتغوت بزاف بتغنبو لك أبخافيسر وباللي عانيت بزاف من المشاكل من اللي كنت حاملة بها مع الرجل ديالي وحتى من اللي كنت كان ردعا كنت كانت تعصم بزاف أنا كدلك أسي متأخير أنا بنتي تلسنين كانت تسمع ليها ودبا ولات عانيدة وأنا كنت جالسة كونجد ما تغنيت ومن اللي خدمت حسيت بنتي تعصبات كتار كيف ندير في معاملتي أنا وبابها في قدام يعني من المعاملات معها وكيفاش نتعامل مع الأخوة يعني الله تزاد قدامها ونجزيكم بخير حسنا نضرب هذا نصدر السيرة اللولة من الكلمات على ردواني يعني هنا إلى قبل بني العائلية طيبة أو الأم وم الأب يعني في حالة قطيرة ردياتهم هنا خسنا نضرب سبسونين سواء سواء إحداث هنا خسنا شخيص وخسنا شخيص يستمر على مدد يلت الشهر ستشهر باش نشوفه في الزمان واش كتستمر هذيك الأهراب في هذا السن هدا كاين وسائل لي كتجعل الطفل يتعالج ورجع هناك ما فلا لكن في البنية الثالثة اللي هي الأكبر تلب شي تصرف مهواش وكيوضطر الأم والأم كتبير حيث ده ناس كيبغلوا في سلو مبيل الفعل في عناية والحيال لهم طيف الرما بغيك تعشين وتمقلق طيف الرما بغيك يجي تغسلني وتمقلق تخيل مكتكون ولأم كتلبسه ده الصبح ليحوانيش في الدراسة وليام عصبة ناس كيضونوا بأنهم من دهم غي تعصبش الشي بمجرد مايفي قوه زعيله ومجرد غير فاجر كي تخيلهم شنو كي عبر الغرف تقول لي محل ماش يبقى حدانه شك تديري لخصة خارجين ماسك تضربوا إذا هوا خارجة موجه هروا بحالها وبغا تدير لبروسيديو بغا تلبسه من الأحسنان لها علشدان هما في القانون الأوروبية والأمليكي كيزوروا الطفل لوحد العائلة لأنه ملاك يمشون المدرسة وكيلقوا بأنه موضبه كيسترسي وكيعدبوه كيجيو كيزور الدرب ياريتس كو احنا نضيفه قضاء الأسرة والطفل ياريتس نعطيه صلح الطفل لرفع دعوا احنا موبان فيها اللي خبطة نتولي عندنا ما احنا يبقى نجتمع بلين اللي حريرة ولكن تخيل على ما نتخيلوه علش في أوروبا وفي دول أخرى الطفل كي مشيه اللي عند مساعدة اجتماعية في الناس كي يقول لها ربك احنا بالنسبة لي هدي رقين من الحرية بجي المساعدة مع الولد تقول لها مولدك رجاش كاليها شو تقديل معها السيدة جات عندي بأخران من إحدى الدول في أوروبا قلت ليها سيدة اعتقني رسودات في هذيك الدولة غيزو زروري لها مادنة بحكم القضاء وطهو حدها إلى أوروبية قلت ليها قليك العرض الأوروبية مليد أغوكش قلت لي شي حال قلت ليه قلت لي قلت ليها قلت ليهاガلا تلاحظة شترجوا همههههههههههههههههههههههههه تضغط هذيك نحير على هاملجيات نحن اللي واحيان عدده احليك في شارجيات ديابو وهمك احبو هده و هوا ها سجلوها في التليفون عيدوه جيران عيدوه سلطان جو الشرطة طلعا زلدران فهو ما سنخليوش و عرضوهم همه بجوش زون جوزون تعرضوه من هش عن طريق القاضي و حكووا عليهم ما يقرموش البعضياتهم على واحد مسافة مسافة 600 مترون ما يقرموش الهامل وش معها الرجل على 600 مترون لماذا تلقى لكي سعره وقت سعره اشتي احنا يا ريت وصلوا نفعلوا نحلموا شو يعني مرة انا كالبا نحلم ولا وانا اوغا نحلم مئات من يوم تباينها عاد ندخرة الضوء وخذي انا مشكلة نحلموا اما بالنسبة للبنية الصغيرة اللي تلت سنين لها هذي كبنية بقرة صغيرة يعني الصغيرة مع بنتك تدخل ربع سنين تدخل خمسة واستعنوا بالناس استعنوا بالجدالة استعنوا بالخامات استعنوا بالعامات كيف تقل هل يملوا واحد واحد الحاجة ما تقل صدق لي فيها ما حدو حاب بغوكي بغيها كتصدق فيها مبارا عايش الله تقول لا يمكن لا حتى يملعب العبادة القراءة تقول الانسان تقرأها معياش في خاطره مبارك يستقلها عايش عايش كترد الاعمال مبارك يستقلوش مبارك بولدك مغير فرش من الفعجارك الانتيا انا افرا انا اخذ لا في اخص الامت سانة واحدى تحقر الزوجات وليش تخرج تحقر الانتها وتجيب الخانه وتجيب العمه وتجيب الانتها هذه السيلات نيابية شكي دير بالبعض الأم هاتضي ياه ليه هاتم لما تجيب خالتها و تقولي هكي مش ديري تجيب بنمر يقولي هكي مش ديري كانوا يدري يعيش الحل يرمو في الفاعل هي و في نائب الفاعل كانوا يعيش حل المو يعني غي يحمقه مرات كان و تقوليو شنا لديكم انت سكت شو من لماش يحيي تغيص دعيني لي انت يا غيلة و اخمك اللي تخليها تراته عطيها بطبعها هيا على الاقل غي توحشك لما تجيب مو غي توحشك فما يخليكم جميع الحالات ما عادة فذلك الجميل اللي لاتوا عدوانيت ما اللي يخصي الاستعابة بصورة عب اختصاصيا المفعلقة بالطفل ما يخليكم ركيب وحتى الانجلسيون وحتى الانجلسيون إنه العلاقة يعني مرا مع رجل اخو الرجل مع زوجته تتقطع الطفل ومباشير وغير مماشير إلا قد تريد انتو مغالك اه بي خليتو من الاسسين خليتو لي تريد انتو المشكين اه قدية ذا العزوجة والزوجة تضيططلل تلوتين يصبح المشكلة في غي أنتها تلوت ته كيسهل مشكلة اما لا خليتو الجوج ديالكم بخل زوجة في تلوت دياله يصبر العزوجين المشكلة كله مدحي فيه اها منه كين غي يتحمل فوق التفزيل الواعدة شكرا لك بزار سيدة لالاختك علينا وكرام شكرا لك بزار فعلات أحلياتك النفسية اليومية وكذلك اليوم السبت كنتكلمون معك بائما على موضع كتابته اشتركوا في القناة